عشنا ورأينا في سنة السنة التي حكم فيها الاخوان من يونيو 2012 الى يونيو 2013 عاما اسودا على كل المستويات والناس انتفضت ضد الاخوان المسلمين لان انت كنت قدام جماعة ارهابية تسعى الى تغيير هوية البلد تسعى الى تغيير هوية البلد طيب الرئيس عفتاح السيسي كان فين يوم ما محمد مرسي تولى رئيسة مصر في 30 يونيو 2013 وخلينا ايه لان احنا محتاجين نقض مع بعض نتكلم يعني عشان نفهم ونفتكر محدش شوشر على دماغ كان فين كان وقتها هو اللواء عفتاح السيسي رئيس المخابرات الحربية وكان اصغر اعضاء المجلس العسكري سني تمام كده؟ باي داخل محمد مرسي يونيو يوليو اغسطس حصلت مسبحة الجنود في رفح مسبحة يعني التي عند لها الجبين واحدة من العمليات الارهابية التي لا يمكن ان ينسى الشعب المصري في حق ابناءه حصلت التغييرات وخرج المشير تنطاوي والفريق عنان المشير تنطاوي كان وزير الدفاع وعنان كان رئيس اركان خرجوا وجاء عفتاح السيسي وزيرا للدفاع تم الترقية الى رتبة الفريق اول واصبح وزيرا للدفاع عمل ايه؟ عمل ايه؟ ظل الرئيس افتاح السيسي في الفترة دي يشتغل على ثلاث حاجات كان الجيش المصري اللي نزل من 25 يناير كانت روحه المعنوية متراجعة ومنخفضة جدا لانه نزل الشارع وتعرض لسخفات وتعرض لإساءات وتعرض لهتفات ضده وتعرض لاحتكاك ما بينه وبين المدنيين اللي هم موجودين وهو يعرف انه مش دا دوره اه انا ممكن اساعدك يا بلد امتج وديلك لكن انا مش دوره يبقى في الشارع يبقى موجود في الشارع انظم لك مرورك الملك الزبالة بتاعتك اللي في الشارع يعني مش دا الدور فده اثر معنويا جدا لانه كمان الجيش اللي هم اولادنا في الجيش حسوا انه هو نازل يعمل دور وانت كمان مش مقداره فكان اللي اشتغل عليه رئيس حفة حسيسي ثلاث حاجات ساهم فيه رفع الروح المعنوية مرة اخرى لي الجيش لما رجعه تاني الى سكناته وبقى عنده دور خلاص خلينا بقى قاعدين نعمل شغلنا وبدأ يتكلم انه دا دور احنا عملناه وحمينا البلد وانحزنا للشعب وهو الاخره فرفع الروح المعنوية والتسليح التسليح دا جزء مهم جدا والجزء الثالث اللي هو التدريب اهتم بالتدريب ولو تفتكروا حضراتكم ولو يعني زميلي في الاعداد يورونا يصعفونا معلش انا ما حضرناش صور دي بس ممكن تصعفونا بيها وهو لما كان وزير دفاع وكنا بنشوفه بيجري مع طلاب الكلاه الحربية وبيروح تدريب ليه في كتاب في الجيش والرجل قاعد بيجري بنفسه وكان ايامها معاه رئيس الاركان كان وقتها الفريق صدق الصبح رئيس اركان فهنا المسألة ايه تدريب وتسليح ورفع روح معنوية هل كان عفتاح السيسي يخطط او يفكر في ان يعود الجيش مرة اخرى ان يعود الجيش مرة اخرى للشرع فاعتقادي وفي يقيني وفي معارفه لا يعني تأكيد لا هو الراجل خلاص بقى وزير دفاع وده رئيس جاه الشعب اللي جابه اين كان بقى جيز ازاي لكن الشعب اللي جابه في انتخابات لم يكن يخطط عفتاح السيسي انه الجيش يرجع تاني الى الشارع امتى الشرارة بدأت امتى الشرارة بدأت الحقيقة يعني شرارتين الشرارة الاولى عندما اصدر محمد مرسي البيان الدستوري بتاعه الاعلان الدستوري بتاعه اللي هو قال خلاله يعني انا ربكم الاعلى انا بقولي التفاصيل دي اللي حضراتكم عشتوها وعارفينها بس احنا نسيين يعني بقت فيه دعاية مضادة من اعلام خارجي قاعد بيشوشر على دماغنا عشان ننسى لأ انا بقول له حضرتك ايه اللي حصل واللي انت شفته بفكرك بيه فالشرارة الاولى بعد الاعلان الدستوري الاعلان الدستوري ده الناس اتفزعت لانه حست انه هذا الرجل هذا الاخواني المخبول الذي اصبح في غفلة من الزمن رئيسا على مصر يطيح بكل السلطات هو بيقول انا اللي هعمل كل حاج ده كان في نهاية نوفمبر 2013 رجل قالك انا القراراتي محصنة اللي اقوله محدش يرجع ورايا فيه الغي احكام افتح قضايا خلصة اه يعني طيب يوم خمسة يوم خمسة ديسمبر 2013 هقول لحضراتكو بالتواريخ يوم خمسة 13 هنمتكلم على تقريبا هذا الاعلان كان فيه 24 نوفمبر فاضل الناس تقول وتعيدوا فتاع فقرروا ان المصريين يخرجوا يوم خمسة خمسة ديسمبر يعملوا مظاهرة ضاخمة جدا توصل للاتحادية وخرج عشرات الالاف من المصريين وبعد المظاهرة ما نزلت دي كانت اشارة مش اشارة بس الجيش لا اشارة لنا احنا كمان في الاعلام لا ان الناس هتنزل هذا النظام لن يستقر لانه عنده مشاكل الناس هتنزل تاني لما الناس نزلوا في خمسة ديسمبر ورجعوا تاني فضلت مجموعة من الشباب معتصمين هذا الاعتصام الذي يعني ما استمرش كتير فضوء الاخوان المسلمين واستشهد عدد من المعتصمين لو تفتكروا لما الاخوان المسلمين طلعوا كانوا بيسرقوا وشو هده يعني يقول لك عسي شيء ده بمعانا بتاعنا يعني منهم الله رحمه والحسين ابو ضيف وكان صحفي معانا في جريت الفجر وقتها وكان ناصري قح وضد الاخوان المسلمين قح وقال لك لا حسين ابو معانا يا اخوان ده تقتلوا اخوان وبدأوا يقسمون بقى يقول لك هما اللي قسموا يعني شهدائنا وشهدائكم ولذلك بعد شوية لما الحجار غنى وغنيت هما شعب وإحنا شعب زعلوا قوي وقال لك بيتفرقوا لا هما اللي بدأوا يقول لك شهدائي الاخوان ويصلوا على شهدائي الاخوان فيما يعتقدون يعني انه مشهدائي الاخوان في الازهر واللي ماتوا التانيين دول ملومش علاقة بيه فدي كانت اشارة طيب الاشارة التانية لما تم الاعتداء على الكاتدرائية لاول مرة اول مرة سنة 68 اول مرة يتم الاعتداء السافر على الكاتدرائية الكبرى في العباسية حجمنا مكلمكم ان وصلنا كده تقريبا لمارس 2013 تقريبا مارس 2013 حصلت بعض الاحداث التقفية في ناس استشهدوا في هذه الاحداث المسعيين راحوا الكاتدرائية عشان يطلع الجنازة من هناك وهم طلعين تم الاعتداء على الكنيسة الكاتدرائية واقتحمت بشكل واقول لحضراتكم كانها مشهدا مفزعة لانه اول مرة من 68 لما الكاتدرائية عملت وافتتاحها البابا كرولوس وعبد الناصر لم يتم الاقتراب من حتى لما حصلت مثلا مشكلة وفاق كسطنطين وغيرها كان بيحصل بعض الاشتباك بس ما بيحصلش اقتحام يومها تحديدا اول مرة اول مرة يطلع هتاف انزل يا سيسي مرسي مش رئيسي انا برتب لحضراتكم المسألة اول مرة يبقى فيه هتاف وبدأوا وبدأوا الاخوة الاقباط اهم يعني فكرون بالصورة هي اللي كانت تدريباته هو كان وزير دفاعهن لانه بيرفع روح المعنوية لجنوده وبيقوم بالتدريب وبنفسه يعني هو موجود فبقول لحضراتكم هذا كلام للتاريخ يعني انه اول مرة هذا الهتاف يخرج كان بعد الاعتداء على الكاتدرية راحوا مجموعة من الاقباط حد وزارة الدفاع وكان الهتاف اللي بيقولوه كده انزل يا سيسي مرسي مش رئيسي لحن نكلم هنا في مارس قبل ما تطلع حركة تمرد لانه حركة تمرد كانت طالعة في ابريل يعني تقريبا في اخر ابريل وقعدة شهرين هنا بدأت ايه العنف بتاع جماعة الاخراء المسلمين ضد المعارضين ضد المعارضين وهنسحقهم وهنقتلكوا واللي يرش مرسي بالميا نرشه بالدم وكل الحركات اللي حضراتكم شفتوها واحداث المؤطم يطلع مجموعة من الشباب المؤطم عشان يرسموا اعتراضا فليطلعوا يضربوهم اللي هو اللي هو جماعة اللي عندك رمز مصري مثلا زي السيدة شهندة مقلد مثلا واحد جيل في اخواني يحطوا ايده على بقاها عشان ما تتكلمش كان فيه مش سياسات قمعية كان فيه قمع في الشارع الناس بتتضرب وبتتعذب وبتتبهدل من ميليشيات اخوانية شايفينها قدام عينين في الفترة دي لما بدأت الاخوان يبين انه محدش هينطق محدش هتكلم اللي هيعترض هياخد على دماغه احنا موجودين فبدأ يظهر ودي كانت فكرة الوقتها وزير الدفاع عفتاح السيسي في انه يعمل ندوات تسقفية في القوات المسلح ندوات تسقفية بيبقى فيها عدد كبير جدا من طلب الكلام الحربية وعدد كتير جدا من رجال القوات المسلحة وبيروح اعلاميين ومثقفين ورموز مجتمع والناس بتبدأ تتكلم لانه هو حس ان فيه حاجات فيها خلط وبيختطف تختطف عقول الناس فبدأت فيها زيه انه دوات التسقفية يطلع السيسي يقولك لا عشنا ولا كنا لو حد يمد ييده على المصريين شكل واضع جدا وبدأ يتبالور دوره ويظهر ان احنا مش قدام فقط وزير دفاع ولكننا امام قائد قائد وزعيم يمكن ان يضع المصريون ايديهم على كتفه ويقولوله يا رئيس عد بينا من الناس دي لما حصل وانا مش هقول كل التاريخ لكن اكيد في الفترة اللي جاي لازم نتكلم عنه لما حصل وتم تحديد 30 يونيو وبعدين 3 يوليو ووقف السيسي بنفسه عشان يعلن عزل مرسي والاعلان عن خريطة الطريق عايز اقول لحضراتكو هنا ممكن واحد يقول ما كانش مفروض عفل تحسيسي هو ليعلن هذا البيان لانه كان فيه قوة مدنية كتير يعني شيخ الاظهر اتكلم بعدها البابا توادرس اتكلم البردعي كان موجوده اتكلم شباب شباب تمرد محمود بدر ومحمد عبد عزيز كانوا موجودين كان فيه ممثل من حزب النور والمفاجأة اللي انا عايز اقولها لحضراتكو بقى انه قبل هذا الاجتماع تم الاتصال بالدكتور سعد الكتاتني بوصفه رئيسا لحزب الحرية والعدالة حتى يشارك فيه هذا الاعلان لانه السيسي لم يكن مع اخراج الاخوان المسلمين من الحياة السياسية او العامة المصرية بدليل اللي هو بيقولهم يا جماعة ابقوا حزب سياسي مش جماعة دينية مش جماعة اهو يعني يعني في 3 يوليو دول ناس دي كلها قاعدة يعني الناس كانت سكينة فؤاد سيدة سكينة فؤاد هين موجودة وممثل حزب النورة هو كان جلال المرة قاعد شيخ الازهر رئيس المجلس الاعلى للقضاء يعني دي الشخصيات اللي اعلنت الموضوع كان ممكن حد تاني اه كان ممكن حد تاني يعلن هذا البيان لكن هو كوزير للدفاع قائد عام للقوات المسلحة اراد ان تصل الرسالة واضحة جدا الى الشعب المصري ان الجيش يقف وراءك الجيش ايدك بايده قوي بعد احنا بنتكلم هنا في 3 يوليو قامت قيامة الاخوان المسلمين اولا رفض سعد الكتاب انه يحضر مش عايز يشارك في هذا المشهد مش عايزين يبقوا بنا ادمين ويبقوا مواطنين يعني اما ان انا بقى جماعة دينية او مش لاعب يا سيدي خليك حزب سياسي وابدأ اشتغل عزل مرسي بناء على رغبة الملايين اللي نزلت نبدأ نشتغل وحزب الحرية والعدالة يبقى موجود وحزب النوري تبقى موجود والاحزاب التانية تبقى موجودة ونبدأ نشتغل ونشوف نرتب الحياة مرة اخر لحد ما جينا كان اليوم الذي تم تدشين السيسي فيه زعيما حقيقيا يوم 24 يوليو 2013 عندما قال في خطابه انه بيطلب من الناس بيطلب من الناس ان هم ينزلوا يفوضوا لمواجهة الارهاب والعنف المحتمل وقال يوم هقال لك تكليف وامر تكليف وامر في هذا اليوم ولدت زعامة حقيقية لقائد عسكري سند الشعب في حربه ضد جامعة الاخوة المسلمين واكتمل يوم 26 يوليو لما الناس طلعت بالملايين مرة اخرى عشان يتفاوا وخاض الحرب عفتاح السيسي هنا اخذ شرعية المنقص الراجل اللي جاي يشتغل فاستدعى المصريين عشان يترشح للرئاسة فترشح للرئاسة فعمل كل هذه السنوات او عامل في البداية بانه بشرعية المنقص شرعية الانقاذ طب خلال الاربع سنين كان ممكن على فكرة كان ممكن بسهولة جديدة جدا الرئيس هفتاح السيسي يركن الى هذه الشرعية شرعية حلوة على فكرة لطيفة يعني انا المنقص بتاعكم من الارهاب ما عنديش حاجة تاني مش عامل حاجة فلوس جاية من برة اهو ده المشهد اهو قدام حضراتكم السيسي ادعو الشعب للتظاهر بكل الميادين الجمعة لتفويض الجيش والشرطة بمواجهة العنف المحتم اهو هنا 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 دي يعني البداية لانه يمسك في ايده شرعية الانقاذ للشعب المصري مما يراد به وانا بقى اقول هنا السيسي لم يكن في هذه الصورة فرد ولكن كان ممثلا للجيش المفرع عشان ما حدش يقعد يقولك انت بتكلم عنه هو مش لوحده ما هو اشتغل بالجيش والجيش ده اللي هو بتاعنا مش بتاع حد دي يعني مش مرتزقة جيش جيش مصر اخويا واخوك وعمي وعمك وخالي وخالك المصريين موجودين في هذا اليوم بدأت هذه المسألة كان ممكن الرئيس عفتاح السيسي بعد ما يبقى رئيس وياخد الاصوات يقول لك كل احنا يا جماعة عندنا حرب على الارهاب نخلص الحرب على الارهاب دي ونشوف اه حد يجي تكلم عن وظيف الارهاب شغال حد يجي تكلم عن الطرق المكسرة وبعدين نخلص الارهاب تيجي الفلوس من برة عشان يقول لك الفلوس دي جاي عشان نسلح ونجيب سلاح احنا عندنا ارهاب تيجي تقول له الكهربة بتقطع بالساعات يقول لك كهربة ايه يعني الكهربة تقطع ولا تموت سهل كان هذا هذا الشكل سهل جدا وعلى فكرة مقنع جدا يعني هو يقول لك في واحد جاي داخل على الباب هيموتك طيب نبعد الراجل ده وتقعد في الضلمة ولا راجع عليك الكهربة وتموت كان ممكن ممكن يعمل ده ببساطة وساعتا انت ما كنتش يعني ما كنتش هتبقى عندك مبرر للاعتراض على هذا الكلام لانه هو بيقول لك انا بحمي حياتك فبحمي حياتك بقى مش هتقعد تكلمني شفات زيت وسكر وكهربة ومش عارف ايه بتاعه لكن هو انطلق بشرعية المنقذ وعمل لمدة احنا بنكلم الوقتي في ثلاث سنين ما كملناش الاربعة ليه فكرة الانجاز تقول لي هو فين الانجاز اقول لك لا موجود موجود لانه الانجاز اللي انت هتبني عليه عشان الحياة تتعد كان اغناه عن يامل شبكة طور اللي موجودة اسكاني الاجتماعي اللي عملوا قناة سويس العاصمة الادارية قرارات حتى الاصلاح الاقتصادي اللي هي كلفت عدد كبير جدا من المصريين عناء شديد لكن هو بيقول لك انا هابني لمستقبلك ممكن نتعب الوقتي واللي هو صريح يعني اللي هو قال لك انا هعمل واحد اثنين تلاتة اربعة لم يفاجئ السيسي الشعب المصري بشيء لم يقوله لهم من البداية فاذا انت هنا هتعتبر انه ده ترويج مني ما اعتبره ترويج يعني اعلن موقفي بشكل واضح بس انا بكلمك هنا عن حقايق عن حقايق الازمة فين ان احنا جماعة بنتعرض لنوع من التغييب والتضليل انا دوري معاك ان انا هحكي لك هقول هقولك ايه اللي حصل يعني ايه اللي حصل و ايه اللي جرى و احنا كنا فين احنا احنا كنا فين احنا اللي شاهدنا ده و اعرفناه و شفناه بسبب ان احنا نسينا يبدو يبدو انه فيه يعني مشاكل مشاكل استجابنا للشائعات واستجابنا ليه الناس اللي بتقول اي كلام عن اي موضوع و سبنا قضيتنا الاساسية لان انا هقول لحضراتكم حاجة الملايين اللي نزلت في 30 يونيو في 30 يونيو اذا تراجعت فهي بتخون القضية و بتخون المشروع ليه لانه هو الراجل ده مكنش مستجابش لوحده لا ده استجاب لما اراده منه المصريون ثم استجاب لطلب الناس ان ينزي الانتخابات ثم استجاب انه يشتغل فهو مش لوحده المسئولية مسئولية مشتركة مسئولية الجميع الموضوع موضوعنا البلد بلدنا الحرب علينا فاذا اذا اليوم مرشح يقدم نفسه بشرعية انه ابن يناير ومرشح اخر لسه هنشوف هيقدم نفسه بقاني شرعية الحقيقة لانه المسألة بتتفاعل لكن عندي رئيس انا المس شرعيته الشرعية التي جاء بها ليكون منقزا ثم الشرعية التي وصلنا معه بها وهي ان يكون منجزا وهذه الانجازات بشكل واضح جدا على الارض خليني خليني احنا قدامنا هي مشاهد مشاهد من من 30 يونيو اللي هو الناس كلها الناس كلها كانت موجودة يعني على فكرة لازم لازم نشوف الحاجات دي تاني ولازم نفتكرها تاني ولازم نتكلم عنها تاني لانه ببساطة شديدة اهو اهو الناس هاي اللي نزلت كانت مقتنعة بانه اخوان المسلمين لازم ارحله جير راجل حطي ايده على كفه اهو سألته سألته نفسكه مثلا مرة سألته نفسكه مثلا مرة والله بجد لو انه لقدر الله يعني لقدر الله لو 30 يونيو دي كتفشل لقدر الله يعني كتفشل 30 يونيو كان ايه اللي هيحصل الناس اللي كانت في الشارع دي ناس كتير جدا منها تقوموا تراجع لكن كانت ستعلق اعناق افتاح سيسي وكل من دعم من الجيش هذه الصورة كانت ستعلق على المشان والاخوة المسلمين يعني سفحين بطبعه سفحين وشوف الوقت يوم بيكتبوا ايه يقول لك احنا لما نرجع لما نرجع هنعمل فيك نسوي فيك فنحن امام رجل غامرة غامرة مش مش اه يعني غامرة مش بحياته مش بمستقبله لانه هو الرجل كان وصل في وصل الى قمة ما يريده اي واحد بيخدم في الجيش المصري رجل وزير الدفاع يعني هنا هنا سيسي لما قرر انه ينحزل الشعب المصري هو يعني عز ايه الرجل بقى وزير دفاع فهنا غامرة بحياته مش بقول بمستقبله لانه مستقبله كان وراه مستقبله كان وراه خلاص انجز ما يريده او ما يتطلع عليه اي واحد في الجيش المصري طب الرئيس الرئيس افتح السيسي والناس اللي كانوا موجودين دول في الموجودين دول لو ان 30 يونيو فشلت يعني هما راحوا يعلنوا فحصلت حاجة في الشارع دخل مش عارف ايه فشلت 30 يونيو الناس دي كانت عدم والاخوان المسلمين لا يعني ما كانوش راعوا فيهم زي ما بيقولوا يعني الا ولا زمة ما فيش يعني كانوا بيلقوطوا واحد معارض ليهم وهم في رابعة كانوا بيعذبوه بيعذبوه وارجعوا للي عملوه مع الشباب قدام للتحادية قدام للتحادية يعني يعني دي مشاهد يا جماعة الان الان حتى تأخذ قرارك لابد ان تعرف احنا كنا فين وبقينا فين شفنا ايه شفنا ايه في هذه السنوات وكان لهذا المشروع انا لا اعتبر ان عفتاح السيسي مجرد شخص او مواطن او رئيس عفتاح السيسي مشروع وهذا المشروع له الان شرعية شرعية قدم نفسه للشعب المصري بها لانه لما هو الرجل لما قالك اسمحولي اترشح كان قاعد قاله 3 ايام يقول احنا عملنا 1 2 3 4 الوزراء الناس بتكلموا وهكذا